السلام عليكم ورحمة الله بهذا الفيديو أسئلة مادة الأحياء للصف الثالث متوسط الدور الأول اليوم انتحنوا بيها طلاب الثالث متوسط هو أسئلة الحمد لله والشكر سهلة ومن المرشحات اللي نزلناهن طبعا ست أسئلة ترك سؤال كل سؤال علي عشرين درجة سؤال الأول ألف عرف أربعة مما يأتي منطيكم زراعة الأسنان والعقم والغدد اللبنية والقصبة الهوائية والابلازمة يعني منطيكم خمسة جاوبون على أربعة تركون وحدة بالله قد عليها اثنى عشر درجة فرعباء من المسؤول فرعباء ثمان درجات جاوبوهن أربعة كل وحدة عليها درجتين لا لا كل وحدة عليها درجتين يعني ماكوا ترك بالمسؤول ماكوا تركين أربعة تجاوبون عليهم شنو بالله من المسؤول أولا نقل الإعاز بالرد من الجهاز العصب المركزي إلى أنحاء الجسم منع دخول الأتربل المصاحبة للهواء الداخل الرئتين وربط العظام مع بعضهما ونقل الأحماض الدهنية والكليسيرين أثناء عملية الانتصاص طبعا هسا وراء ما حليتها ربع ساعة واحلها بس رتشوفكم إياها سؤال الثاني ألف أملأ الفراغات الآتية أولا ما يميز العضلات الهيكلية أنها ترتبط بفراغ عن طريق فراغ هاي 12 درجة اثنيا لون النسيج العصبي في فترة لون النسيج العصبي في قشرة الدماغ فراغ ولون النسيج العصبي الذي يغطي الحبل الشوكي فراغ شلو بعد الثلاثة فقرتا فراغ وفراغ أسفل الجمجمة تحورتا لتسهيل حركة الرأس بقى أرسم مع التأشير نطفة الإنسان وعضلات جسم الإنسان المرسى هاي قلت لكم نطفة الإنسان كلش مهمة عليها 4 درجات الرسم سؤال الثالث ألف على الأربعة من ما يأتي هنه خمسة تركون وحدة أولا يسمى آخر زوجين من أضلاع القفص الصدري بالناما بينا والله خنشوف اثنين الابتعاد عن وضع العدسات اللاصقة للعين اللجوء في بعض الأحياء إلى إلى تقنية أطفال الأنابي وضرورة فحص مجامع الدم قبل الزواج هاي رشحنا هنا التعالي للبرحة كل هنا جدي للوقاية من مرض ذات الجم ينصح بعدم استعمال الشيشة النرقيلة ما موقعه أهمية أربعة مما يأتي الحالبان وغدة البروستات والقنوات الهلالية ولسان المزمار والقناة الشوكية ها عليها 8 درجات سؤال الرابع ألف 12 درجة سؤال الرابع الفروقات قصر البصر وبعد البصر والأمعان الدقيقة والأمعان الغليظة وكريات الدم للحمر وكريات الدم البيض فرعباء أهم رسومات خلية عصبية نموذجية والجهاز البولي في الإنسان تلكم الجهاز البولي في الإنسان مهم جدا سؤال الخامس ألف أختر أختر مسببا للأمراض الأمراض التيفوئيد الجلطة الدموية لطمة الحمى وانفصام الشخصية عليها 8 درجات المسببات فيروسات وبكترية وخذرة الدم وانزيمة باق ما أعراض ذات الرئة وداء السكر الأعراض عليها 6 درجات رتب بالأسهم فرع جيم الدورة البابية الكبدية خلال الأجزاء التالية القلب لامعاء الكبد الوريد الكبدي الوريد البابي الكبدي والوريد الأجوى في الأسفل عليه 6 درجات ووصول السادس أجب عن فرعين ألف وباق وجيم تجمون على فرعين كل فرع عليه 10 درجات أولاً ما طرق الوقاية من النوبة القلبية تؤثر على التأم كسور العظام عوامل عديدة خمسة ماذا يحدث إذا حصل الطراب في إفراز صبغة الميلانين المرتبطة بوظيفة الكبد وحصل حصل خلال وحصل خلال وولادي في العضلات المحركة للعين واستمر الشخص بالعمل وعضلاته متعبة وأصيب الطحال بالملارية أو طبعاً استمر الشخص بالعمل وعضلات متعبة وخلال وولادي ثناثين البارحة رشحت ذني وخمسة لم تتمكن الأم من الولادة الطبيعية أسئلة سهلة كلش سهلة إن شاء الله هسا ربع ساعة ونزل الحل